هل خنقتكم العبرة واحتبست الدموع في أعينكم وأنتم تتمنون اللحظة التي تحضنون فيها ابنكم أو ابنتكم ولكن هذه اللحظة تبدو بعيدة جدا هل تغيرت خطط حياتكم بعد الزواج وأنتم في عمر الشباب لأن الطبيب أخبركم بأنكم مصابون بالعق وأن أمل الإنجاب لديكم هو ضعيف أو حتى معدوم هل تعلمون أن الإفراط في تناول الشاورمة والوجبات السريعة قد يكون وراء معاناتكم هذه معكم الدكتور جميل قدسي وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الشيقة ذكرنا في مواضيع سابقة عدة دراسات تؤكد تراكم المعادن الثقيلة وعلى رأسها عنصر الكاديميوم وعنصر الرصاص في شاورمة دجاج وشاورمة اللحم وذكرنا ذلك في ثلاث دراسات أجريت في كل من تركيا وفي الأردن وفي مصر واليوم تأتي دراسة رابعة لتؤكد أن لحم شاورمة دجاج أو شاورمة اللحم في باكستان فيه نفس المعاناة فهذه الدراسة تشير إلى ارتفاع نسبة الكاديميوم وارتفاع نسبة الرصاص في أطعمة الشوارع وعلى رأسها شاورمة اللحم وشاورمة الدجاج في الباكستان ولربما إذا عرف الرجال والنساء ماذا يمكن أن يسبب لهم دخول الكاديميوم والرصاص إلى أجسامهم وماذا يمكن أن يحدث لقدراتهم الإنجابية والجنسية لعملوا بأقصى قوة للتخلص من كافة الأسباب التي تسمم أعضاءهم بالكاديميوم والرصاص وتعيق رغبتهم بالإنجاب فهذه دراسة تؤكد أن الكاديميوم يؤدي إلى نقص عدد الحيوانات المنوية وكذلك نقص في حجم السائل المنوي المنتج من قبل الرجل وكذلك من كثافته يضاف إلى ذلك أن الكاديميوم يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية بشكل سلبي فيسبب زيادة تشوه الحيوانات المنوية وزيادة أشكالها غير الطبيعية وتشير هذه الدراسة أنه كلما زاد تشوه الحيوانات المنوية كلما قلت الفرصة للإنجاب لدرجة أن وجود حيوانات منوية مشوهة بنسبة 100% يجعل نسبة الإنجاب صفر ويستدعي التلقيح الصناعي باستخدام الـ IVF وكما أن التسمم بالكاديميوم يؤثر بشكل مباشر على الهرمون الرئيس عند الذكر ألاوه والتستوستيرون هذا الهرمون المسؤول عن حدوث الشهوة عند الرجل ويضير قدرته الجنسية وكذلك قدرته على إنتاج الحيوانات المنوية الأمر الذي يفسر لماذا كان التسمم بالكاديميوم الذي قد يدخل أجسامنا من سندويتشات الشاورمة وكثير من الوجبات السريعة لماذا كان سببا في الضعف الجنسي وفي ضعف الشهوة عند الرجل ونقص القدرة الإنجابية أما عند نساء فليس الوضع بأحسن حال من الرجال فالتسمم بالكاديميوم الناجم عن الإفراط في تناول الشاورمة والوجبات السريعة له دور في تثبيت الإبادة عند المرأة كما له دور في إعاقة تطور البويضة وليس هذا بغريب على الكاديميوم ذلك لأن هذا العنصر يمتلك القدر على تثبيت صنع الستيرويدات وهي المواد الخام التي تصنع منها الغرمونات الأنسوية مثل الاستروجينات والبروجيسترونات ويضاف إلى ذلك أن سمية الكاديميوم على خلايا المبيض قد يؤدي إلى حدوث نسف داخل المبيض وحدوث التنخر وتموت الخلايا بداخله ويترافق تراكم الكاديميوم في جسم المرأة عادة مع كثرة حدوث الإجادات التلقائية أثناء الحمل ويوطس من نسبة الولادات الحية لديهن بشكل كبير ويزداد الوضع سوءا بشكل كبير إذا كانت الشاورمة ملوثة أيضا بالرصاص فقد رأينا في أربعة دراسات أجريت في أربعة مناطق مختلفة في العالم هي مصر والأردن وتركيا والباكستان تراكم الكاديميوم والرصاص في الشاورمة والعديد من الوجبات السريعة الأخرى التي تحرطت عن هذه الدراسات فلربما كان الرصاص أكثر سوءا من الكاديميوم فهذه دراسة تهير إلى أن التسمم بالرصاص عند الذكور يسبب نقصا في عدد الحيوانات المنوية وكذلك يسبب نقصا في حجم السائل المنوي ونقصا في حجم الحيوان المنوي نفسه كما إن التسمم بالرصاص يؤثر على حركة الحيوانات المنوية ويسبب تشوء أشكالها ومن المعروف أن النطفة المشوعة تكون عاجزة عن التلقيح وكما الكاديميوم يؤثر بشكل كبير على التوستثيرون فالرصاص يؤثر سلبا كذلك فهذه دراسة أظهرت أن تعرض الجرذان للرصاص يسبب نقصا مقداره 80% في التوستثيرون عند هذه الجرذان ويسبب نقصا مقداره 32% في الهرمون الملوث الـ LH أيضا أما عند النساء فقد وجد أن التسمم بالرصاص والذي قد ينجم عن الإفراط في تناول الشاورمة والوجبات السريعة الملوثة بها يسبب تغير في شكل الجزئات الهرمونية ووظيفتها فهذه دراسة أكدت أن التعرض لبصاص يغير من التركيب الهندسي للهرمون البشري المشيمي الحاث للمبايد ويجعله غير فعال فالهرمون البشري المشيمي الحاث للمبايد يفرز من قبل المشيمة أثناء الحمل ويحث على تشكيل الجسم الأصفر من أجل إنتاج البروجسترون ذلك الهرمون الذي يسبب إنتاجه الحفاظ على الحمل ولعل هذا ما يفسر لماذا عندما تصاب النساء بتسمم الرصاص لماذا يصابنا بالإجادات المتكررة وحدوث الولادات المبكرة قبل أوانها وكذلك نقص وزن المولود وعلينا أن لا ننسى أن سمية الرصاص تؤثر على تطور الطفل حتى بعد الولادة وأحد أسباب ذلك أن الرصاص يستطيع المرور عبر المشيمة من الأم لجنينها لا عجب أن الدراسات تشير إلى أن تركيز الرصاص في دم الجنين مساول لتركيزه في دم أمه لأنه يستطيع العبور عبر المشيمة والرصاص يعبر كذلك عبر حليب الثدي إلى الرضية ولذلك فنحن نوجه نصيحتنا لكل حامل ولكل مرضى ونقول لها رفقا بطفلك وتجنب تناول الشاورمة والوجبات السريعة الملوثة بالمعادن الثقيلة قدر الإمكان وإذا اجتهيت أكلها فاصنعيها في بيتك من لحم عضوي أورغانيك ونقول لكل من حرم الأطفال ويتوق لهم تابعونا في المواضيع القادمة حيث سنوضح الطرق المثلى للتخلص من المعادن الثقيلة في الجسم ومنه تراكميا وإنقاذ الجهاز التناسلي من براثنيا فتابعونا وكونوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر